المفارقة أنه كما تفضلت حضرته بإعلان النتائج أو النسب المشاركة في النشرة في مقدمة ما تفضلت به أنه 41% بالانتخابات مجلس النواب الأخيرة اللي كان بها التيار صدري مشاركة أيضا 41% المشاركة فعلى ما يبدو بهذه المفارقة إذا ما قرأناها جيدا أنه هناك قراءة للمشاركين اللي محدثين البطاقات البيومترية وليس للمشاركة الجمعية يعني هي مفارقة سيد رعادي يعني كونك أيضا أنت كسياسي مستقر اليوم نسبة المشاركة لو نقولها ذكرناها 41% التصويت 41% نسبة المشاركين نسبة إذن هناك أيضا بطاقات بيومترية معطلة لم تدخل نسبة الرطوبة كانت فيها أيضا بالجهاز يعني عين الصحيح 41% ونسبة المشاركة 41% ونسبة الجماهير 41% يعني حتى لو استطلعنا التصريحات السابقة للمسؤولين هناك توجس واضح من هذا الاستقراء اللي قرأه سيد نور المالكي حينما قال أيضا على ذكر الأربعين والواحدة قال أننا سنحقق نسبة نكتسح بها المشاركة نكتسح بها بنسبة أربعين أو أقل أو أكثر يعني لك أن تتخيلي أنه هناك فعلا توافق واضح ما بين الكتلة السياسية بعضها حتى وأن رفض أو بعضها ربما غير قابل بهذه النسب وهناك معترضين على ما يبدو كما طلعنا هذا التزامن حقيقة في موضوع إعلان النسب يثير حفيظة المتابع يثير حفيظة حتى المشاركين بالعملية الانتخابية كوكل وحتى الكتلة السياسية لذلك أنت كما تفضلت أنه فعلا سيحصل هناك تواترات ومشاكل على خلفية هذه النتائج ومجرياتها والتشكيك بها وممكن أن يحصل تقاطع في أكثر من محافظة لعل هناك بعض الناس المحسوبين على دولة القانون يعني قد أعلنوا أنهم قد تقاسموا المحافظات أو المحافظين مناصب المحافظين ورؤساء منس المحافظات منذ الآن وقبل الانتخابات يعني سيد رعاد أفهم من كلامك بهذا السؤال حتى أخذب معك أنه تم تقسيمها قبل البدء بهذه الكعكة هي متقاسمة الكعكة قبل هذه الانتخابات لذلك يعني ممكن أن يكون التصريحات والاعترافات التي تصدر هي تعزيز وتدعيم لما نتحدث به نتحدث هذه الساعات المقبلة سوف نشهد رعا تراشم السياسي المستقل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر